اشتركوا في القناة 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 وضع الفتيات يعني بتحس في معاناة نحنا يمكن أصلا بالفكرة بيكبر راسك بس على الأرض في أفضع من اللي منتخيله طبعا ليش لأنه نحنا يعني أكيد كل طفل موجود بالشارع عم يتعرض لمعاناة بس نحنا ركزنا على الفتيات بوضع خاص لأنه الفتيات يمكن بما أنه دائما يعني هن من الفئة المهمشة عم يتعرضوا لمعاناة أكتر عم يتعرضوا لاستغلال جنسي عم يتعرضوا لمشاكل صحية حتى مشاكل يعني دورة شهرية يعني ما عم بيكون عندهم المستلزمات الكافية لهم لأنه هن عم يربوا على الطريق عم يلقطوا أمراض صحة ما عم بتكون منيحة عم يتعرضوا لأشياء نفسية يعني عشان هيك كانت الدراسة أكيد بتركز على كل ولاد وخاصة الفتيات رح أحكي بمفصل على هالموضوع ولكن أنا بتلاقييني عم روح عاطفية تجاه الطفل وحقوق الطفل وقدية صعبة عن جد يعني اليوم حتى عم تقولي فتيات صابقة من أصعب بمكان ما يعني طبعا لأنه أكيد يعني أكيد يعني أكيد أي طفل موجود بالشارع من حقوق الطفل يعني نحن بالنهاية في المصلحة الفضلة للطفل من حقوقه للطفل أنه ما يكون موجود بهيك محال أنه يكون موجود بمدرسته أنه يكون موجود ببيئة حاضنة ببيئة سليمة ضمن أسرة حاضنة يعني حتى إذا أهله ما قادرين نحضن لقيله ببيئة بديلة وهيدا كان من أحد المقترحات اللي اقترح هو وزارة الشؤون سأنا اللي عم قوله أنه أكيد الفتاة حيتعرض أنه يصير مجرم حيتعرض للمخدرات وهيدا أكيد عم يقزي نفسه عم يقزي المجتمع اللي هو فيه والفتاة أكيد كمان عم توصل لسن معين عم تنحرف عم تروح لطرق غير مرغوب فيها والخطر أكيد على اتنين على اتنين وعم بيكون فيه مصائب عم بتصير بعدين يعني بتبلش هيك بمسحة وبطريقة لأسر على المجتمع ولكن في أزا كتير كبير ما فيه شك أبدا قبل ما فوت تفاصيل لألكون عملته هيك مؤتمر وكان عن جد حضور رائع جدا وكان كمان هيك مصمر هيدا المؤتمر لأن فيه توصيات مهمة ولكن كتير حبيت أني أنا عبر برنامجي وعلى شاشة الأنبياء لنقول أنه اليوم من قبل وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم من وجله تحية كتير كبيرة اليوم صرتوا أنتوا الملتقى الحقوقي قضايا الأسرة أعضاء أو عضو باللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال هيدا بعتقد لألي ولألكون ولكتير من ناس إنجاز طبعا هيدا شي كتير حلو يعني أنا كمان بتوجه عبر شاشتك لشكر وزير العمل أكيد نحن ببعض ملتقينا بمعالي الوزير وشرحنا له الموضوع اللي عم نشتغل عليه ونحن أنه يعني بالخطوات الجاية شو نوين نعمل طبعا هو كتير يعني قدل اهتمامه بهيضا الموضوع وقال إنه أكيد هو اللي بيرقص هاي اللجنة إنه بدون يرجعوا يفعلوها ويعملوا اجتماعات طبعا هاي اللجنة بتضم الوزارات كلها يعني خطة عمل مشتركة بين كافة الوزارات وأكيد فيها ثمان أعضاء من المجتمع المدني وأنا طبعا بشرفنا إنه كملتقة نكون نحن عضو بهيضا يا بالمية وانتو صوت الأطفال يعني اليوم عن جد قدي بحس بعيونهم هلأ بعتقد إذا عرفوا بهالتحركات كلها قدي إنقاذ لهم من هالمكان المعتم والكتير صعب عليهم طبعا معتم نحن ما بعرف إذا شفت عاملين حملة إعلامية عن هايضا الموضوع يعني أكيد الطفل بالشارع عم يتعرض لكتير أزا صح ونحن يعني لازم إنه خلص يعني في عملية إنقاذ لها الأطفال فعلا هنا عم نشوف المؤتمر هذا المؤتمر نعم المؤتمر نعم ببيت المحامة برعاية نقيب المحامين السابق لأستاذ نادر كسبار كان وقتا عمل كان هو بعده بأكتوبر نقيب نعم نقيب ساري وكان أكيد مؤتمر جدا ناجح لأنه كانوا فيه جميع الشركاء معنا كان فيه مشاركة من وزارة العمل العدل الداخلية الشؤون وأكيد جميع كافة جمعيات المجتمع المدني والإنترناشنال بس بدي أقول كمان أنه كان الحملة الإعلامية اللي نعملت كمان كانوا مشاركين معنا وزارة الداخلية قوة الأمنة الداخلة نقابة المحامين وأكيد هي بالدعم من صندوق ملالة لأنه أحب عبر شاشتكم أنه هذا المشروع عم بموله صندوق ملالة نعم نوجه لهم تحية كبيرة وموجه تحية لكل شخص عن جد كان موجود وحاضر بالمؤتمر قلبا وقالبا يعني اليوم لأنه عن جد هذا موضوع بمس الجميع وبتحسي هيك الولد قد ما كان بعيط للكل يعني اليوم بتحسي لازم يكون في خطة إنقاذ نقلتنا لأجواء المؤتمر ومن الحضور اليوم طرحتوا أمور كتير والدراسة كمان كانت حاضرة وقوية فكيف كان الجو العام يعني كيف كانوا كمطلقيين قاعدين شو أكتر شي لفتك ندين بهيدا المكان هل كانوا عن جد بيعرفوا صعوبة وجود الأطفال بالطرقات ولا بالعكس نورتوهم وفرجيتوهم بالمستندات هلأ هو المؤتمر بصراحة أكيد أول شي تم عرض بعد الكلمات الترحيبية وهيك تم عرض الدراسة من عملات من قبل الملتقى شو توصياتها مثل ما ذكرنا المخاطر اللي عم تتعرض للفتيات بالطرقات أكيد من أهم اللي طلع بالمؤتمر هو تطبيق قانون اللي هو الحمل اللي عملت عليه الإتجار بالبشر اللي هو لازم يتطبق لأنه أكيد نحنا مشينا على شغلة أنه استغلال الأطفال بالتسول يعد إتجار بالبشر يعاقب عليه القانون فهيدي كانوا كتير طلعنا بتوسيات أكيد بالدراسة عرضت خلال المؤتمر أكيد كمان كاننا بحاجة لكان في جلستين بالمؤتمر أول جلسة كانت لنحكي عن الأليات الإجرائية اللي عم تتنفذ من قبل الوزارات نحكي عنها من قبل كل الوزارات تتشارك وأكيد تطلع بمقترحات أكيد طبعا من المقترحات المهمة أنه أول شيء تطبيق سن تطبيق الدراسة التعليم المجانة والعقوبة على عدم تطبيقه لأنه هيدا فيه قانون بيحمي بيعطي حق التعليم المجانة للأطفال كمان كان فيه ممثلين من وزارة التربية والتعليم العالي حيكوا بعيدا الموضوع كان فيه أكيد مقترحات تانية مثل ما حكينا قانونية يعني شو هي الآليات اللي لازم تصير رفع تنفيذ أنه رفع سن العمل الأطفال لخمستاشر سنة وأكيد حماية هالأطفال وخاصة الفتيات كمان كان فيه جلسة تانية جلسة قانونية عن القوانين المحلية والدولية اللي بتحمي الأطفال وهون يحكوا كان عندنا أكيد برئاسة الرئيس فوزي خميس حكت عندنا القاضي جوال أبو حيدر من الأحداث والقاضي زلفة الحسن جنات كانوا عم يحكوا هالطفلات لشو عن جد عم يتعرضوا أدي إجاهم كيسز ولارا بالنسبة لسؤالك أنه عن جد لما حكت لقاضية جوال أبو حيدر عن يعني فرجت الصورة اللي عم تتعرض لها أنه قدي الفتيات بيجوا قدي فيه عن جد معاناة وقدي فيه جمعيات يعني كمان أنه منا مظبوطة ما عم تعرف تقوم بحضر هالفتيات وقدي عم يتعرضوا لتعذيب حتى من أهليهم للأسف فبالفعل بتحسي أنه كتير كان فيه تعاطف من الموجودين وحسينا أنه نحن عن جد بحاجة نعمل شي لحماية فوض الفتيات طبعا مية بالمية وبش بس كلام يعني يمكن اليوم ما قبل هيدا المؤتمر ندين غير ما بعد هيدا المؤتمر يعني اليوم كلنا منتعاطف مع الولاد اللي موجودين بالطرقات بس معلي منقول على أنه نحن منرجع ع بيوتنا ومنسكر بوابنا ومنقعد مع عيالنا ومننسى اليوم لأ وجودكن كان كتير قوي وحاضر أكبر دليل أنكم صرتوا أعضاء باللجنة وزير العمل وجود التحية كتير كبيرة أيضا قدي أنه اليوم صار في تحرك يعني هذا الشيء يعطيك شوي من الأمل والإيجابية أنه نسمع الصوت نحن طبعا إذا مثل ما شفتوا قمنا بالحملة الإعلامية نعم مثل ما ذكرنا نشوف الفيديو نعم نعم أكيد الحملة الإعلامية هي على تنفيذ هيدا القانون اللي بيمنع الإتجار بالأطفال صح يعني أكيد فيه كمان بيلبوردز على الطرقات إذا شفتوهم طفولة مش إتجار هي عنوان حملتنا مصبوط وهلأ كمان عنا متابعة غير الحملة الإعلامية اللي إمنا فيها على هيدا الموضوع أكيد نحن بحاجة لدعم الإعلام اللي هو حضرتكم عبر منصاتكم لكل الناس تعرف قدام خاطر هيدا الموضوع وأكيد فيه متابعة لتوصيات المؤتمر بالضبط الأشخاص اللي كانوا موجودين هلأ إن شاء الله عنا اجتماع كمان بثمانة شباط كجلسة هيك طاولة مستديرة لحتى نناقش التوصيات اللي كان عنا فيها بالمؤتمر ونتابع من هونيك لوضع خطة عمل مشترك قدام مهم هيدا الكلام لأنه بتشوفي دايما فيه مؤتمرات بتصير نديل وبصير فيه توصيات ولكن ما بصير فيه أي تحرك اليوم بالعكس الدغري حددتوا موعد للجلسة القادمة ورح يكون فيه مناقشة بالنتائج اللي طلعتوا فيها فمشكورين فعلا خلينا شوف هيدا الفيديو سوا كمان اللي بيفرجي بعض وكتير قليل من اللي موجود بالواقع كمان بالشارع اشتركوا في القناة طفولة مش اجهار فعلا كنت عم تخبريني عن الفيديو شي كتير حلو فكرتو خبريني الفيديو لأ وقتها كنا عم نحكي ان كيف بدنا نعمله مع اكيد عملت لنا الفيديو رانا خوري فكنا عم تقول انه نحنا عم نشوف الشارع من اللانس طبع الطفل يعني الفيديو اكيد بيعكس الطفل شو عم بيشوف بالشارع من هو من عيون الطفل كيف منشوف الشارع فبالفعل يعني هاي الاشياء اللي عم يتعرض لها تعرف ادي صعبة يعني عن جد مشكورة المخرجة ومشكورة الفكرة ومشكورين ندين على هيدا الجهد اللي عم تحاولوا تواصله كمان رسيلكم للناس لانه فعلا هلأ انتو عم تحكي عم بتخيل الطفل بيكون بدي ارجع اكد وكرر بيكون بين احضان اهله دقيقة ثانية يبرموا اهله هيك الوجه ما تعودش هاي في ابنك ولا بنتك ادي الرعب اللي بيعيشها هيدا الطفل كيف اذا موجود عيش في الشارع عم يتعرض لك فعلا انه اي بالفعل يعني بس هيد السواني بتحس قلبك انت كأم ادي صعبة غلي خلينا نستعامل هيدا الكلمة غلي فكيف اذا ولد عن جد فعلا موجود واللي بيوجع اكتر مرأة نقطة الاهل الاهل في كتير اديه على البحث والتديق وشفته ودرسته الحالات ادي في اهل هنه سبب بوجود هالاطفال بالطرقات فهون احنا بدنا نشد عقيدكم كرميل هالقوانين تطبق اكيد يعني بصراحة المشكلة انه يعني حتى لو ما كانوا لبنانية الاطفال الموجودين معظمهم يمكن من اللاجئين او من اياه بس هول بالنهاية اطفال والاهل هنه السبب الرئيسي لانه في كتير اطفال موجودين بالشارع اهلهم هنه سبب وجودهم اهلهم عم بيشغلون هايدي الثقافة انه نحنا كمان بدو يكسير فيه طوعية للعيلة وبدو يصير فيه جمعيات تدعم الاهل انه كيف هنه يشتغلوا وانه مش انت بدك تستغل ابنك لتعيش انت اللازم تفتش على مصدر رزق ليعيش ابنك لانه ابنك يستحق العلم يستحق العيش ببيئة مظبوطة واذا الاهل كانوا غير اهلين يكون فيه متل ما ذكرنا بيئة بديلة يعني هاي ضغ ابدا منه شي صحي للطفل يبقى موجود بهالطريقة وذكرت كتير امور يعني حتى عملتوا مثل غير الدراسة حتى فيه فايلز يعني بعتلي اياهن عن جد انو عم شوفهم نادين بشوف قدي فيه شغل على الارض عن جد دراسة بكل معنى الكلمة وهيدا الشيء يمكن اللي بتمنك انو ان شاء الله رح نلاقي حلول ان شاء الله الدراسة عملت بناءا على دراسات سابقة كانت عملت بناءا على لقاءات عملت مع الجهات المعنية ان كانت الجهات الحكومية ان كانت القانونية ان كانت الجمعيات اللي اشتغلت على هيدا الموضوع لحتى اخذنا منهم مثل جلسات نقاش صغيرة اللي اخذنا معلومات اللي اطلعنا بالدراسة وحتى مكتفينا بتوصيات الدراسة مثل ما ذكرنا رجعنا عملنا المؤتمر لحتى نطلع بتوصيات اكتر ونشوف انو بالنهاية قد ما كان الشيء صعب لو قدرنا نغير شوي او نقلل شوي افضل لانو كتير هيدا الزاهرة زادت في الفترة الاخيرة مية بالمية وننحفف ضرر يعني انا دايما بمعظم حلقاتي وباي موضوع عم بترحوا بقول نحنا كلبنانية وكلبنان تحديدا ما في شي بعد مصابنا طبعا يعني كل شي عم تجي ورا بعدها كيف اذا هلأ منشوف فيها القدة عدد كتير كبير من الاطفال اللي موجودين على الطرقات اللبنانية من اعمار صغيرة وبعدين عم بيأثروا سلبا على المجتمع وعلى نفسهم على نفسهم على المجتمع من هيدا الموضوع بعد معي تقريبا ثلاثة دقايق ولكون عم بيستغلها ثلاثة دقايق الى الاخر معي الكندين بدي بس هيك شوي ان يكون هالقدة عم اكد على كل حدا عم بتابعنا قدير يجب يدعموا هيدا الملتقى قدير يجب يكونوا عن جد ايدهم بايدا يكون لحتى هيدا شوق طويل يعني اليوم كمان هيدا ما النهاينا يعني نحنا اكيد من اكد اول شي على الاهل بشكل خاص انه عمالة الاطفال يعني هيدا جرم بحق الطفل يعني بصراحة لنبلش من الاهل من المنزل بعرف قديش الوضع الاقتصادي بالبلد صعب وبعرف قديش قطع لبنان بمشاكل يعني امرار بيتطروا انه يعني بس على القليلة انه يلتزموا بالقانون اللي هو للخمسة عشر سنة انه الطفل بعدين وجود الطفل بالتسول هيدا من ابشع انواع استغلال الاطفال تعذيب النفس هيدا ان كان اهله ان كان العصابات واكيد هون يتطلب يعني تدافر من كل القوى الامنية من كل الجهات المعنية واكيد مشكور قوى الامنة الداخلة اللي هني اكيد قدلوا كتير اهتماما بها الموضوع انه نحنا لازم بقى نقضي على هالعصابات اللي عم بتشغل هالاطفال او على القليلة نشر الوعي انه انتو روحوا اشتغلوا يا اهلهم مش تشغلوا ولادكن يعني ما بعرف ان شاء الله نقدر لارا نعمل فرق ان شاء الله لما بلشنا المشروع موضوع وشو بتكن وقصة كبيرة ووين بديك تحطيهن وصار له زمان بغض النظر نحنا لازم انه نضوع هالموضوع لانه موضوع خطر مية بالمية خطر جدا وذكرتي نقطة كتير معلي لو بدوا ان يروحوا الناس شوي عاطفيا اليوم الولد كتير صعب الكسف له كتير صعب انك تبخعي في اشخاص ممكن يبخعوا الشخص اللي واقف عم يطلب على الاشارات وعلى اخبار يعني انتو ما عم بتفكروا كاهل اليوم ما نكون مسؤولين ابدا ما عم بتفكروا كيف هيدا الطفل عم المعاناة النفسية والذل اللي عم يتعرض له بالظبط اللي عم يتعرض له يعني حتى موظفين انفاذ القانون على الارض بحاجة لتدريب ليعرفوا كيف بدوا نتعاملوا مع هالاطفال الموجودة يعني حتى القوى الامنية في طريقة نتعامل فيها مع هالفتيات ومع هالاطفال ونحنا اكيد حنحكي نكون مع قوى الامنة الداخلية عبر وزارة الداخلية لا حتى نعمل تدريب بالمية بالمية فعلا امور كتير بعض بتكونت تحكو فيها المشوار ببدايته اصلا يعني ان شاء الله وإلى المزيد من الانجازات نادين انا اشكرك لانك فكرت بهالاطفال كملتقة عيلة حلوة جميلة جدا بدأت ادعي كل الناس تروح على الانستجرام والفيسبوك ويتابعوك نعب المواقع التواصل الاجتماعي ليقدر يدعموا هالمشروع الكتير كبير بكل هيك عاطفة وجهر واليوم بدقول للأهل انتوا جبتوا هالولاد على الدنيا كونوا للاخر سند لقلهم لانه منا زنبهم ابدا انا بقشكرك نادين عن جد صوت كل الاطفال بالطرقات هيدا الحلوة كتير لارة لالكم ولاشيشة الانبياء لا سهل العرض هيدا الموجود واجبنا واجبنا وشكر الاكبر لالكم شكرا لالك نادين حمادي المديرة التنفيذية للمنطقة الحقوقي لقضايا الاسرة شكرا شرفتنا مشاهدينا لهم يكونوا صنع لخسام هيدا الحلقة ميش جديد موعدنا بجدد بكرة بنفس الموعد فكونوا كثاروا بالخير اشتركوا في القناة شكرا شكرا